فكيف يضيقها أكثر ها إقصاء الباكر لأخوته العشرة كانت عشر إخوان خاض الإمام الباكر معركة أخيرة في إثبات الإمامة بالوراثة لشخصه من بين أخوته العشرة لا سيما وأن الناس كانوا يتساءلون كما تقول الروايات ما بالها أبطحت من ولد أبيه من له مثل قرابته يعني أبرت ومن هو أكبر منه وقصرت عن من هو أصغر منه لماذا انتفقت الإمام الباكر صار وريض زين العابدين لو كانت الإمامة في زين العابدين فاعتمد الباكر في حصر الإمامة فيه من بين أخوته على دعوة الوصية إليه من أبيه ووراثته لسلاح رسول الله حيث قال يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون إلا في غيره هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه وعنده سلاح رسول الله ووصيته ووصيته وذلك عندي لا أنازع فيه أنا عندي وصية أبي يعني وقال إن أباه ورث سلاح رسول الله من أبيه وجده فاختصه به عند وفاته عند مثلا درع أو سيف أو شي أعطاه يا كدليل على الإمامة وكان يوجد فيه صفط صفط يعني صندوق يعني من خوص هذه سامو صفط وعندما نازعه أبو أخوته على الصفط كل واحد قال شنو هذا بالصفط أعطينا خلنشوف قال لهم والله ما لكم فيه شيء ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إليه أبو يعطاني هذا الصفط إليه واو إقصاء الإمام زيد بالرغم مما يقال من وجود تنسيق بين الباكر وأخيه زيد فإن بعض الروايات تتحدث عن وجود منافسة قوية للباكر من أخيه زيد بن علي الذي رفع راية الجهاد والثورة ومعارضة الأمويين وقال ليس الإمام مننا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبت عن الجهاد ولكن الإمام مننا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذبع عن حريمه هذا كان كلام الإمام زيد مما أدى إلى التفاف كثير من الشيعة حوله وخاصة في الكوفة التي أرسل أهلها إليه كتبا يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويطلبون منه الخروج للإمام زيد يعني وحسب ما يقول الكلين فإن الباكر قام هنا بطرح موضوع الألم وسأل أخاه قائلا هذه الكتب يعني الزيد هم ابن زين عابدين هم ابن فاطمة هم ابن علي هم من أترة رسول الله يعني هو أيضا يحق له الإمامة فكيف هنا صار يعني أن يخرج من دائرة الإمامة فقال أنت ما عندك علم اللي أنا عندي فسأل الباكر قال هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب جواب ما كتبت به بهم إليه ودعوتهم إليه فقال زيد بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله ولما يجدون في كتاب الله عز وجل من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا طبعا زيد ما كان يؤمن بهذا الكلام هذا رواية من الكلين يرويها هكذا ولما نحن فيه من الضيق والظنك والبلاء فقال له الباكر أن الطاعة مفروضة من الله عز وجل وسنة أمضاها في الأولين وكذلك يجريها في الآخرين والطاعة لواحد مننا والمودة للجميع مودة في القربة يعني تحبون أقربة بس مو الطاعة السياسية وأمر الله يجري لأوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحكم مقضي وقدر وأجل مسمى لوقت المعلوم فلا يستخفنك الذين لا يقنون أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فلا تعجل فإن الله لا يعجل لعجلة العباد ولا تسبك أن الله فتأجز البلية فتسرعك يعني الرواية ربما تكون موضوعة على لسان زيد والباكر يعني من الإمامية وسواء كانت العلامات والمحاولات والأحاديث والقصص التي نسبت إلى الإمام محمد بن علي الباكر صحيحة هذه كل الرواية التي يرويها الكافي أو مصورة وموضوعة من قبل الغلات فإنها لعبت أو لعب بعضها على الأقل دورا في تأسيس إمامة الباكر السياسية الدينية للشيعة في بداية القرن الثاني الهجري مما دعا جماهير الحركة الكيسانية اللي كانت تيار ريض واسع في تلك الأيام فيما يبدو إلى الانضواء تحت لواء الإمام الباكر بعد وفاة عبدالله أبو هاشم ابن محمد بن حنفية وإعلان الولاء له وهذا ما أدعى إلى انتقال تلك الجماهير مع الكثير من أفكار ونظريات الكيسانية المغالية إلى شيعة الباكر لما انتقلوا هم صارقاء جديد لهم فحملوا أفكارهم السابقة وإجوا في صفوف شيعة الباكر وقيامها بإسقاط نظرياتها على الإمام مثل الألوهية بعضهم قال الإمام هو إله بعضهم قال هو نبي مثل الألوهية والنبوة فضلا عن الإمام الإلهية القائمة على النص والوصية والوراثة في السلالة العلوية الحسينية وتأليف أحاديث ونسبتها إلى الإمام الباكر وأبني جعفر الصادق فيما بعد هذه الدوائر كانت متعددة ومن كان يريد أن يصبح إماما كان عليه أن يسقط تلك الدوائر دائرة الأترة أترة النبي مو كل أترة النبي يحق لهم الحكم ولا أبناء علي كلهم يحق لهم الحكم ولا أبناء فاطمة كلهم يحق لهم الحكم ولا حتى أبناء زين العابدين كلهم يحق لهم الحكم إلا تنحصر في شخص محمد الباكر ابن زين العابدين ابن علي ابن الحسين يعني طبعا هذا شي مختصر جدا أنا باحثة بشكل موسع وأحاديث كثيرة في كل موضوع هذا في كتابي التشييع السياسي وتشييع ديني ولكن اقتبست نبذة مختصرة جدا لكي ألقي بعض الضوء على المعركة الكبرى التي كانت تجري على قيادة الشيعة في بداية القرن الثاني الهجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر